لا أكل إيه اللي أتكلم عليه في أعدة ده؟ الأكل عندنا مش لعبة الأكل وطرق الأكل وأعدات الأكل وتقوص الأكل وأسباب الأكل وتحديات الأكل وأنواع الأكل طبعاً خد يبالك أنواع الأكل حاجة وأصناف الأكل حاجة تانية أنا مش هتكلم بقى عن طعمه إيه وده نوع إيه لا 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 أنا هتكلم عن الأنواع اللي هو تخصص شامل بيندرك تحته ده خصصات أدق منها الأصناف والكلام الفارغ ده أفهمك مثلاً أنواع الأكل زي إيه؟ زي أكل ما قبل الجواز فترة الخطوبة بقى دي بقى مرحلة العزومات والدلعة ده نوع لوحده تلاقي الصفر عليها ما لزة وطب من البروتينات والطواجن المحاشي المشاوي المقالي ليه؟ حرب نفسية عشان يحطموا إرادتك يخسلوا مخك يجندوكي في العيلة عندهم بعد ما درسوا عني كل حاجة بتاكل إيه؟ بتشمي إيه؟ بتروحي فين؟ والقعدة في المرحلة دي بتقول لو ما قدرتش تقومي استمتاعي أنا شخصياً كنت سيب إيدي في المرحلة دي خالص في بقى طبعاً أكل بعد الجواز ده بقى نوع تاني بقيت الراجل بتاعهم وبقينا في مركب واحدة وكسرين عيني خلاص تلاقي الأكل بدأ يفقد عنصر الإبهار نرجع تاني للفاصوليا الخضرة في داخل المسلوقة الرز اللي من غير شعرية وإذا كان عاجبني خلاص بقيت كارت المحروق لو ما بتحبش الفاصوليا خش عملليك أي سندويتش من الترلاجة بس أهم حاجة ما تمديش إديك على الكاتشاب ولا لعيش السن بتاع طنتي نادية في نوع كمان مؤلم جداً اللي هو أكل المبتدئات ده بيبقى أول لما البنت تتجوز بتبقى فرحانة طبعاً بتقم الحلل التفال وعايزة تستخدمها وهي طبعاً ما لهاش في أي حاجة خالص فتحاول تتزاكة بقى تعمل إيه؟ تبدأ تعمل الأكل المعروف؟ لا، هتتفئس فتعمل اختراعات اللي يعني ده أكل جديد وإنه عظيم وإحنا اللي مش فاهمين حاجة فتلاقي الغداء في المرحلة دي بيكون عبارة عن إيه؟ أقولك المينيو بقى كده باختصار مكارونا موف بالشعب المرجانية وقطع الناجتس بمربة توم مثلاً أو بكتا كلب البحر اللي مع صوس الكرامل والرز الهندي المحروق إيه جو ده؟ اللي يعني هي لما تعمل من الصين يبقى هي كده أمان لا يا حبيبتي مش صيني ده مش صيني من أنواع الأكل المشهور برضو جداً أكل الأفراح ده نوع مميز ليه؟ لأنه بيدخل فيه كذا عنصر مع بعض أولاً فيه الأكل نفسه وفيه الصراع اللي حوالين الأكل أكل الأفراح بيتقسم لفريق عمل في مسلسل كده طبعاً البطل هو الخروف النجم بتاعنا فيه طبعاً دور تاني سنيد الديك الرومي وظهور خاص للكفتة مع المحشي في الحلقة الثالثة وطبعاً فيه كنبارس وما جميع اللي هم رز وبطاطس وحاجات زي كده في الغالب الكلام ده كله بيبقى سائع الليل مش عظيم طعمه عادي بس ندرته في وقت الفرح بتعمل حالة من الصراع هو ده الساسبنس فيه كمان أكل المتخصمين خش البيت من نظرة واحدة بس على الصفرة أعرف البيت ده فيه مشاكل لما الرجل ومراته بيتخنقوا تبدأ الستة تقرص عليه عن طريق سحب بعض المميزات اللي كانت بتدهاله كواسيل الضغط بس بتسحبها في الخباسة مش تقطع عرقه وتسايح دمه تقول مفيش أكل لا هي قصيعة من كده عايز أكل؟ أهو كوسة مسلوقة وعلب التونة مع بعض رز بايت وشربة من زوعة الدسم كل طبق ملوخية وعيش ناشف يعني قال يعني فيه أصناف تقعد تحط طبق جنب بعض ومفيش حاجة فيه ضغط نفسي غصام قتل ناعم كده طبعاً لا يمكن ننسى أكل أعياد الميلاد بقى اللي هو طبق ورق كده مش ماسك بعضه محطوط فيه حتة طورتة بيتي معليها كريمة مسكرة جداً وسايحة على سندويتش الكوفتة اللي لازق في الكريمة وفيه باتونسة ليه مبلول وفيه كوباية بيبسي في كوباية بلاستيك الكوباية فيها فاتفيت من سندويتش الكوفتة دي دورة حياة طبق أيدي الميلاد معروف فيه بقى أكل الرحلات أكتر منيو عشوائي ممكن يحصل في العالم سندويتش بانيه واحدة ملتو سبعين محشي كوسة وسندويتش حلاوة وكيش شبسي وقورتاس لب سوري اه خليك فريش انا في رحلة وفيه بقى أكل تنظيف التلاجة يوم المراجعة لوه اليوم الحزين بتاعلم ما ماما تقرر تتخلص من بواق الشهر اللي فات عشان اللاجنة جاية تعمل جرد وعايزة تبدأ من بكرة على نظافة فتلاقي الغدع بقى عن نص طبق كشك مسلم كده على ماكرونة بشاميل أطرافها ناشفة جنبهم طبق رز سني فيل كده مع لقتين بامي على كوسة مع بعض وارك فرخة وريشة ونص كفتاية حاجة صعبة جداً إيه النشاز ده وساعات ماما بقى تأكلنا بواق العزومة من غير ما تكون عاملة عزومة أصلاً إيه ده يا ماما دي بواق العزومة طب كانت فين العزومة؟ جبارة في حاجة بقى معلش هي مش أكل بس بتمسني شخصياً اللي هي معها ذكريات أحب أتكلم عنها اللي هي المشروبات المجمدة دي بقى لما الستات يحبوا يجيبوا الفاكهة يعصروها ويخزنوها في الفريزر لسنين طويلة بدون أي سبب معلوم تبقى عند خالتك مثلاً تشرب يا حبيبي مانجا فريش أه فريش واختبالك يا عصرها بقى ديها ما بتكذبش الست بتليها رايحة للفريزر تصوري ببطيء ماس كبابة التلاجة بحرص تفتح دخانة أبيض يطلع تمد قى ديها في عمق الفريزر من جوه تلقى فيه كيس مفعص كده لونه بورتقاني تطلعه ونبدأ بقى في مرحلة فك التلج وفجأة تجينك بكباية العصير طبعاً فخفخينة عظيمة جداً مش رابع عصير فيه شوية ريح التوم على بصل على صلصة تركيب بقى من الفريزر لقى العظيم الخالكي دي سكر نيجي بقى لأحلى أنواع الأكل منطقتي الحتة اللي أنا بستقمتع بيها أنا بسميه الأكل الخطير ده اللي بيبقى فيه نسبة من المجاسفة كده فيه مغامرة رحلة صيد الحمام وقتله وندف ريشو حمامة السلام الرقيقة دي شوف الجمال حاجة في منتهى السادية وأخيراً نحشي نلسعها كده لأسعى خفيفة تاخد التاني الجميل بتاعها في الآخر ده المنبار مثلاً فكرة إن الواحد يحصل على الأمعاء الدقيقة بتاعت الخروف دي في حد ذاتها محفوفة بالمخاطر خليح حيوان وقف لوحده في الغابة كده أنا هروح هجيب أمعائه وهنظفها وهحشيها إحنا بنحب الحشو قوي مش فاهم ليه عندك مثلاً الشاوي حطب ونار وحرايق ولهب المقليات زيت وطرتشة وإصابات تلسعي في الحتة دي معروفة ده أكل خطير يا جماعة شوفي أنواع الأكل كتير جداً لا يمكن نحصرهم ولا لأمهم في قاعدة واحدة أبداً بس كل ده كوم وأكل إعادة التدوير ده كوم تاني ده الموضوع اللي أنا عايزك فيه أصلاً النهاردة السبانخ اللي بقى لها ثلاث أسابيع في التلاجة دي قاعدة في التلاجة عشان وحشة على فكرة مش لما تعمليها لي كور ولا تحشي بيها عجينة ولا تفركيها على وش الشربة يبقى أنا كده اشتريت عايزة تعملي إعادة تدوير حضرتك ممكن تعمليها حاجة واحدة بس تعمليها سماض عضوي بس تحب أعملها لي الكوفية أو الأكلوك عشان ترتاحي إعادة تدوير بقى ده أكل يا أخوانا أكل